اشتركوا في القناة ومن مقر حزب التقدم والاشتراكية بالمدينة ديستات في إطار متابعة آخر التطورات التي تعرفها ميلف المرصبين في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحامات وفي إطار وحدة لجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامات معنا مرصبين في امتحان المزاولة الأهلية لمهنة المحامات اليوم 14 اليوم الرابع عشر هم داخلين في إضراب عن طعام معنا هذا الأخ الذي سيشرحنا بالحيتيات الملابسات لهذا المحامات السلام عليكم معك ياسين زيران عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان محمد أولا شكرا للمنبرشوفتي في التغطية الإعلامية ديالي والمواكبة الدائمة ديالي العدمي في هذا فكيف ما كتشوفوا يعني نحن نخوضوا إضرابا مفتوحا على الطعام من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة التي تمثلت في الإقصاء ديالنا من الامتيحان الأهلية لمزاولة ملت المحامات سواء اللي كان في 2022 سواء لل2023 المطالب ديالنا هي فتح تحقيق الإنصاف ديالنا كان مرصبين في الامتيحان هذا نسبة الأخرى يعني تقريبا شحل ديال العدد المرصابين هنا على المتسوى يعني في التنسيق لياديكم شحل العدد بالضبط هو صراحة العدد يتراوح ما بين 50-60 ولكن هو قابل أن يتضاعف وأن يمتد كذلك لأنه مجموع على الناس لدوز الامتيحان وحسب أنهم مظلمين لأن الامتيحان لم تكن تسده يعني مبادئ شفافية والنزارة وتكافؤ الفرص سواء الامتيحان اللي كان في 2022 سواء الامتيحان اللي كان في 2023 فهد شيء هذا كبير لنا بليل فساد أصبح يعني عنده واحد القوة وعنده واحد المناعة يعني تحميه من المحاسبة وتحول دون أن يتم إقاع المحاسبة عليه فيعني من العيب والعار أن ندو الخروقات لشابة امتحان في 2022 وتعود تكرر نفس الخروقات وربما أكثر منها في امتحان في 2022 لذي لا تعتبره يعني بدوره امتحان حقير امتحان ليس امتحان محامات ولكن هو امتحان المحابات امتحان العائلات امتحان انتعشت فيه الأحزاب السياسية والشبيبات انتعشت فيه الميانيين ليقصوا أبناء الشعب كنشوف أنه حتى هذا اللي يريد الفساد حتى هذا المفسدين هذا داخل الوزارات العدل أو خارجها المتواطعين مع الفساد في هذا الملف هذا اصبحوا يحاربون نحن يعني كابناء الشعب كمناظلين لا قوة الهلا بالله يعني احنا ما عندناش واحد تأثير كبير زعما كاحزاب احنا ماشي حزب احنا ماشي واحد قوة سياسية كنشوفهم انهم كيحاربونا حتى باش منعبروا على الأرائي دياننا كيصدوا لقرات دي الأحزاب منقرات ديال النقابات كيمنعونا منهم نعرجوه الآخر يعني واحد سأقول شو سبب اختيار غيرهم يعني المقرر يحيز تقدمه الشعباتية لذلك كمكان الاحتسام وصراحة لم يكن الاختيار كنا نتواصل مع مجموعة ديال الأحزاب مجموعة ديال النقابات مجموعة ديال الجمعيات من أجل أن يوفروا معنا مقرا للإضراب يعني الطعام وكذلك لأن يكون محلا لمعتصم فأنا قلنا الشباب آخر مفتوح من غير المقر للباس التي تقدمه الشراكية والناس يكذبوني حتى القوى الحية التي كنا نعمل فيها خيرا يعني مجموعة ديال النقابات ما أعطونا للمقر وعد من هذا أنه واحد النقابات سحبت مننا المقر أعطونا لناس حبوه مننا ولحونا للشارع كمضربين على الطعام عندنا جوجد الأخوات في المستشفى ناس مضربين على الطعام الأكثر من أسبوع كانت عسر يام ديال إضراب على الطعام المستمر بعد عسر يوم عدد المضربين على الطعام هو الآن ثمانية أعداء أعداء المضربين على الطعام اللجنة وطنية ضحايا المتاحة المحامد جوج منهم الأخوات في المستشفى بالدار البيضاء واحدة بالإناية المركزة في المستشفى مولا يوسف والثانية في المستشفى بنورشد كذلك بالدار البيضاء الثانية الحالة خطيرة جدا وهي في الإناج عندها يعني مشكلة ديال السكوار نزل لها 0-20 ومشكلة ديال الضغط ضم يعني الحالة ديال غير مستقرة بمرة والخطير كذلك والأخطر من ذلك أنهم يرفضنا أن يرفعنا الإضراب عن الطعام إلى حين تحقيق المطال المسروعة فليكن نشوف الآن وليكن نلمسوا الآن واللي غادي يتساركم عن الرأي لها هو أن هذه الجهات المسؤولة الوصية على القطاع أو الوصية على حقوق الإنسان في هذه البلاد لم تتفاعل مع الملف ديالنا إلى حدود الآن كأننا مواطنين لا 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 صوتنا في هذه البلاد كأن حقوقنا ليست موجودة في الدصور كأننا لا أبناش الحق نطلوب بالحقوق ديالنا الناس كده يضرب على الطعام الناس يموتون سير ناضل ضرب راسق مع الحياة يعني يموت لا يوجد واحد ما ستسوق لك ولكن خلال ما نقول اليوم نحن كذلك رأسنا قاسح ما سنتفكه وما سنتنزع على الحقوق ديالنا وعلى المبادئ ديالنا حتى المياه نحن لا نريد أن نتفكه هذه الرسالة غير نضوزهم ممكن ما هم نضوزون الرسالة أن الفسادة يريد أن يتحكم في هذه البلاد كذلك نحن كابناء الشاب نحن مواطنين في هذه البلاد يعني ما سنتفكهش بهذا المعنى هذا مسترح حاليا فيما هو المستداول أنه امتحان دين المحابات وريسا للمحامات يعني كيف سير بيكم هذا؟ نعم هو امتحان للمحابات ويمكنك أن تتكد من هذا بلطلع على لوائح المنجحين فقط هي أسحاب لائلة يعني مجموعة هذه الأسماء تتكرر وقينحتها أسماء ديالو يتكررت في المتحان الجديد ربما تول كرة كيف من أنكر الليالو في المتحان الأول كانت خبط وكانت واحد من الحقارة يعني شناريو يتكرر في المتحان الجديد أخبت من المتحان الأول ربما ولكن فيه تستر وفيه ودكاء في الخروقات كأنه يجعل الوزارة لا تفرجوا عينها لا تستحح في الامتحان الجديد ها هو التخلف في وسط المملكة ها هو وسط المملكة لماذا الامتحان لا يزيد؟ إذن هناك الفساد لديه القوة كيف يمكن أن تدوز الامتحان ونخرجوا لك الورقاء يعني أنه قد تلقفوا واحد مربعات فميني جوا بي ذرد الامتحان هذا بطريقة الكوسيام لنجحوا الناس لهم لنجحوا الناس لهم لنجحوا الوزارة لأنه الوزارة ربما ما عنده مع التحرير فكيفش الوزارة نجح في الامتحان هذا يعني 2020 علش ما نجحش قبل يعني نجحت هذا الدابة علش أبناء السياسيين وأصحاب النفوذ وأصحاب الناس نجحوا في الامتحان الجديد يعني الأندى وهي بيكن هو واليكن في وزارة قبل وهبي كان الفساد ولكن كان الفسد منسوب به قليل الآن أصبح الفسد هو القاعدة هو العنوان البارز لانتهاء الامتحان هذا المحامات ولكن نقول أن وزير العديد الآن أصبح يشكله خطراً على هذه البلاد من ناحية المصدقية من ناحية شفافية من ناحية العدالة أخذ��ا أعتبركم ضحية موصرية الاعة الامتحان الأهلية منزورة مهنة المحامات يعني وقت الإخوان فريد شو الرسالة اللي كتوجهوا باش كتطالبوا انتم ما كضحايا دي العبد الامتحان شوف نحن أصحاب حق ولا نسعى أحدا ما كنطلبوش شي حاجة خارج القانون ما كنطلبوش بشي حاجة ماشي من حقنا فقط طالبنا بمطالب مشروعة وعادلة اللي هي فتح تحقيق الخروقات اللي شابت الامتحانين معا امتحان دي 2022 وامتحان دي 2023 لكي تظهر الحقيقة لكي يتبين الناس ويتأكدوا فعلا أن هناك مفسدين جاهروا بالفساد وحموا هذ المفسدين يعني وتستعوا عليهم وهم كذلك متورطين كذلك نطالبو بإنصاف لنحن كضحايا دي العبد الامتحان ذلك لأننا نحن متأكدين أن المكان دي نحن في هذي كنوينة عطاوا الناس آخرين شكرا لك محبا وشكرا للمنبر ديكم كيف كتشوفوا على المباشر مجددا متابعين مشاهدين الأوفية القناة تشوف تيفي من خلال هذ البت المباشر من مقر حزب التقدم والاشراكية بسطات لازل الاعتصام الرابع 14 يعني اليوم 14 هذا اليوم 14 ولازلت يعني لازل هذي الإخوان المرصابين ضحايا هذي الامتحان دي الأهلية لمزاولة الامتحان مهنة المحامات يعني كي طالبوا بالحقوق ديالهم وكي طالبوا يعني يعني التحقيق في هذي الخروقات اللي وقعات كنشكركم مجددا متابعين مشاهدين الأوفية القناة تشوف تيفي من خلال هذ البت المباشر وإلى اللقاء في بت مباشر آخر